في سلمة كان فيك كذا مشهد مسترسين لك أصعبهم في التمثيل بقى في الكواليذ القتل ولا اللقاء البنت الأم ببنتها اللي وهموها أنها ما يتطوي ودخلت الملجأ بقى يعني أنا عايضت بصراحة في المشهد ده جدا وفي مشهد القتل اترعبت أنك متحولة هنا يعني فأنتي بالنسبالك أنا أصعب مشهد أمتي لا في مشهد كتيرة صعبة بس أنا عايزة افتكرلك مشهد المشهد ده تعبت جدا فيه اللي هو في حلقة واحد لما بيجي لها جواب ولا يازو بالله أن بنتها ماتت بيجي لها جواب المشهد كان مكتوب كالتالي أولا هو كان سطرين سلمة بتتسلم خطاب وفاة ابنتها صارخة وبتقى على الأرض تسقط على الأرض بالضبط كده ده المكتوب في السيناري والمخرج قال كاميرتين وانتي هتأخدي الجواب حتى ما فيش مايك قالوا لي ما تحطيش مايك لنعمل صارخة كده بالمايك فقلت لهم لا لو سمحتوا لبسوني مايك وروحت للمساعد المخرج قلت له كتب لي الجواب قال لي يعني ايه قلت له مش الجواب ده المفروض حماتي المفروض ان انا قتلته جوزها بعتهولي شماتة زي ما انتي قتلت ابنك انا فرحانة ان بنتك ماتت يعني بتشمت فقلت له كتب لي الجواب بالضبط فكتبهولي تخييولي ازاي مادام هلا فخر حتقول ايه وقلت له حد يقرهولي من بره بره الكادر فحتى المخرج قال لي انتي نوية تعملي ايه وقلت له لأ نوية اتتبع الجواب وسبني لو سمحت فمحدش عارف ان حامل ايه خالص وقلت لهم مش عايز اقرى الجواب قبل ايه يعني انتو بس كتبوا الفحوة الكلام وسبوني وفعلا عمل كده وابتديت اشوف والله ضربت قلبي بتزيت سلمة تعبتك قوي لا جيت عند جملة بنتك ماتت والله العظيم يا بوسي انا شايفة الكلام وابتديت ما شوفه يعني عارفة لما افقد القدرة على الاراية يعني انا شايفة بنتك ماتت وفاجأة الكلام زغل مش فقلت امش عارفة انا مش عارفة انا مش عارفة انا مش عارفة وفعلا بتقول ايه امش عارفة اقرى هي قارت بس وخها عطل وكمان انها يعني مريضة بالزهان وابا قالها اربع سنين او بقالها كذا سنة يعني على حسب الجواب ده جالها ممكن بعد سنة يعني اصار الانسحاب لسه ما كانتش قوية فاختلط الواقع بالخيال وفاجأة حصل المشهد ده وحصل كله لدرجة ان المخرج بعد ما خلصنا قال لي قال لي اهو تخض لغة ما يقلكيش تعملي حاجة بعد لا اهو قال لي انا مخدتش ديقات وانا واخد وسائع لان احنا ما كانش متأسس له كده ما كانش متأسس ان يقول كلام كلام كله كان ارتجالي والبنوتة اللي كانت معايا انا حتى بشكرها انها لانها تخضت ولانها مش ممثلة بروفاشنال فطبيعا انها تتخضم مش عارف اتعمل ايه وانا بقولها مش عارف اقرى فبتقول لي ولانا مش عارف اتعمل ايه مش عارف اتعمل ايه فقال لي تعرفي تعملي اللي عملنا ده تاني عشان اخد ديق يعني قلتوه خلاص اعتمد فيه كاميرا كانت اديع من كاميرا قلتوه ارجوك يعني اعتقد ان هيبقى صعب قال لي طب نأسس لديق عشان خطري قلتوه هيبقى اقل بكتير انتي اللحظة دي بقت سلمة هي حنان سلمة انا سلمة مش حنان انا سلمة وابتدى فعلا المخ يروح ويق بقولك شايفة الخروف ومش عارفة كامل الاراية انتي توحدت مع سلمة اوكا اني فقدت القدرة على الاراية وهي دكتورة فدي كانت من مشاهد اللي كمان مش متأسس لها مش مذكراها دي من الحاجات الصعبة اوه هو الدور كله صعب